أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أهمية الدور الإنسانية الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مصر والشراكة المثمرة مع الهلال الأحمر المصرية جاء ذلك خلال استقبال القباج وفدا من البعثة الإقليمية لللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية فابريزيو كاربوني حيث استعرضت الوزيرة جهود الهلال الأحمر المصري منذ بداية جائحة فيروس كورونا واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع